من مرحلة السعي لتحقيق الاكتفاء الوطني الطاقوي إلى الشراكة الدولية لتصدير معدات كهربائية جزائرية الصنعة أشواط قطعها مجمع سونالغاز وجسدها من خلال تصديره لشحنات هامة من معدات كهربائية وقطع غيار العدادات الإلكترونية إلى الخارج على غرار كل من العراق وتونس إشارة انطلاق رمضية لتصدير مولد الكهربائي نحو دولة العراق في إطار اتفاقية تم إمضاؤها مع مجمع طروس وعن طريق شركته الفرعية وهي شركة أونكس في المساء وبعد الزوال سنشهد انطلاق عملية ثانية من مصنع سايك المتوجد بمدينة العلمة حيث سنقوم بتصدير ملحقات ومكونات العداد الكهربائي نحو دولة تونس هذه العملية تعتبر العملية رقم 18 بداية من 2022 والعملية الرابعة في سنة 2024 نصدر بمعدل أربع شحنات سنوية شحنات كل ثلاث أشهر نحو دولة تونس يأتي هذا في إطار مواصلة المجمع الطاقوي الرفع من قيمة صادراته ودعم وتثمين مستوى الإدماج الوطني نجح مجمع سنة راك عن طريق شركاته الفرعية في ظرف قياسي في تطوير قدرات وحداته الإنتاجية ما مكنه من تفعيل شراكات تجارية ومناقصات دولية هامة على غرار تصدير مولدات للتوربينات الغازية ذات التوتر العالي وشراكة فرع جنيرال إلكتريك ألجريان ببثنة مع المتعامل الأمريكي جنيرال إلكتريك على توقيع المجمعين عقد اتفاق أفريل الماضي بهدف توسيع مشروع إنتاج معدات المراكز الكهربائية للتوتر العالي والعالي جدا مولدة الكهرباء حجم كبير التي تحتاج أيضا إلى بيع قطع الغيار التي تستعملها هذه الدول للمحافظة أو الصيانة هذه الجهزة الكبرى لتضمنها شركة سونانكاس بنوعية عالية بإنتاج محلي وطني وبخدمة ما بعد البيع هذا أهم جدا لأن هذا يعطيك ضمان للزابونتاك نتكلم أيضا إلى العدادات التي كنا نستوردها في وقت من الأوقات اليوم غطينا الطلب الداخلي من الإنتاج وبدأينا في التصدير إذن هذا كله يدخل فيه مجهود الجزائر لتوسيع المداخل التاحة بالعملة الصعبة وتنويع صادرات التاحة حتى أنه لعود تعسيد رئيس الجمهورية باش نصل إلى حوالي 15 مليار دولار الخطوة الثابتة لسونطراك تأتي لتؤكد مساهمة وسعي المجمع الكبيرة في تطوير الخبرات المحلية في القطاع الصناعي والطاقوي كما تبرز دوره الفعال في دعم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية بالشكل الذي يتوفق مع الرؤية الاقتصادية الاستراتيجية التي تعتمدها السلطات العليا للبلاد